ميليشيا الحوثي الإرهابية عدم تسليمها ميناء الحديدة في انقلاب صريح وواضح على الاتفاق السويد بشأن الحديدة والقرار الأممي 2451 ويأتي موقف ميليشيا الحوثي ردا على مساعي المبعوث الأممي لليمن مارتين غريفث حول ميناء الاستراتيجي الذي يسيطر عليه الانقلابيون الحوثيون وتجنيب المدينة القتالة عن طريق تسليمها ومينائها للحكومة اليمنية الشرعية بشكل سلمي ومن شأن رفض الحوثيين المقترح الأممي بالانسحاب من الحديدة تصعيد الضغوط السياسية عليهم لعدم استجابتهم للمساعي الأممية التي تمثل الشرعية الدولية